السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كوروشي يوتيوب. وحشتوني جدا جدا. وانتوا عارفين ان انا كنت غايبة عنكم غصبا عني بسبب مرضي. وانا بشكر كل اللي سأل علي. وانا ارجعت لكم بغرزة جديدة ويراب تعجبكم. انا عملت النهاردة اسكارف نسائي بغرزة المروحة وغرزة الصدفة. زي ما احنا شايفين كده. الغرزة جميلة جدا. وان شاء الله هتعرفها بسرعة. هي عبارة عن غرزة مروحة وغرزة الصدفة. وانا عملت السكارف على نصين. ده النص الاولاني. وبعدين عملت النص التاني. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهنا عملت في النهاية جرزة جرزة تجميلية في اخر المروحة. وهشرح لكم بالتفصيل انا عملتها ازاي. والغرزة دي من مضاعفات رقم سبعتاشر. وهنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. انا هنا جبت الخيط. واعمل السلسلة بتاعتي العادية. هعمل سبعتاشر في سبعتاشر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتة اربعتاشر اربعتاشر خمستاشر ستة سبعتاشر سبعتاشر. هكمل وارجع لكم. انا كده عملت سبعتاشر وسبعتاشر بقى عندي اتنين اه بقى عندي اربعة وتلاتين غرزة. سبعتاشر وسبعتاشر. هرتفع هنا خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهسيب سلسلتين من تحت. ادي واحد اتنين وهدخل في التالتة. ااخد غرزة سلسلة. آآ غرزة حشو. بالشكل ده. وهرتفع خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهسيب تلات سلاسل من تحت وادخل في الربعة. واحد اتنين تلاتة وادخل في الربعة. ااخد غرزة حشو. كمان خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وسيب واحد اتنين تلاتة وادخل في الربعة. غرزة حشو. تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة وادخل في الربعة ااخد غرزة حشو. اكمل الباقي وارجع لكم. انا هنا كده خلصت. وهيبقى عندي سلسلتين في الاخر. هعمل ارتفع سلسلتين واحد اتنين. ولفة ااخد عمود بلفة. وهسيب سلسلتين وادخل في التالتة ااخد عمود بلفة. بالشكل ده. هرتفع سلسلة. ولف الشغل. وادخل ااخد في الغرزة اللي قدامي دي. غرزة حشو. وارتفع خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واجي في السلاسل دي ااخد غرزة حشو. بالشكل ده. وفي المكان ده ااخد تمن عواميد بلفة. الف الخيط. وادخل ااخد في ده تمن عواميد بلفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمن عواميد بلفة. واخد في المكان اللي جنبه السلاسل اللي جنبها غرزة حشو. بالشكل ده. وبعدين هرتفع خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وادخل في المكان اللي بعده. له السلاسل اللي بعدها هو ااخد غرزة حشو. وارتفع خمس سلاسل كمان. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واخد في المكان اللي جنبها غرزة حشو. واجه في المكان ده ااخد اتمن عواميد بلفة. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. واخد في المكان ده غرزة حشو. وارتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واجي هنا في تالت سلسلة عندي. انا هنا اسيب واحد اتنين وادخل في التالتة. ااخد غرزة حشو. وارتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. والف الشغل. وادخل في المكان اللي انا عملت فيه غرزة الحشو دي. ااخد فيه كمان اتنين عمود. بقى كده عندي تلات عواميد بلفة. لان انا بعتبر الارتفاع ثلاث سلاسل عمود بلفة. هاجف السلاسل دي واخد غرزة حشو. والف الخيط وادخل في اول فتحة عندي في التمن عواميد اول عمود عندي واخد عمود بلفة. بعدين سلسلة. بعدين الف الخيط وادخل ااخد عمود بلفة. واخد سلسلة. وادخل ااخد في العمود اللي بعده عمود بلفة. اخد سلسلة. ولف الخيط وادخل ااخد عمود بلفة. سلسلة. عمود. سلسلة. عمود. سلسلة. عمود. سلسلة. عمود. بقى عندي كده تمن عواميد بلفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. في السلاسل دي ااخد غرزة حشو. بقيت المروحة عندي بالشكل ده. زي ما احنا شايفين. الف الخيط. وادخل ااخد في السلسلة اللي هنا خمس عواميد بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وزي ما اخدت هنا غرزة حشو. هاخد الناحية التانية غرزة حشو. في السلاسل اللي جنبها. هتبقى بالشكل ده. هتبقى السلاسل بتاعتي. عمود سلسلة عمود سلسلة. وبعدين ااخد غرزة حشو في السلاسل اللي هنا. وبعدين ادخل ااخد في المكان ده خمس عواميد بلفة. وبعدين ادخل ااخد في السلاسل اللي جنبها غرزة حشو. الف الخيط. وادخل ااخد عمود بلفة. في اول عمود عندي. سلسلة. عمود. سلسلة. عمود. سلسلة. عمود. سلسلة. سلسلة. عمود. سلسلة. عمود. سلسلة. عمود. وسلسلة. وعمود. المفروض يبقى عندي ثمان عواميد بلفة. واحد اثنين. ثلاثة اربعة. خمسة ستة. سبعة. ثمانية. وبعدين هادخل ااخد في السلاسل دي غرزة حشو. وبعدين في المكان ده هاخد ثلاث عواميد بلفة. واحد. اثنين. ثلاثة. وارتفع سلسلة. ولف الشغل. وادخل ااخد في المكان ده غرزة حشو اللي هو اول عمود عندي غرزة حشو. وارتفع خمس سلاسل. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. وهسيب اول فتحة عندي. انا عندي هنا الفراغات دي. اللي بين العواميد. هسيب اول فراغ. وادخل في تاني فراغ. ااخد غرزة حشو. هسيب ده. وادخل هنا. ااخد غرزة حشو. اكرر النامط تاني. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. واسيب مكان. وادخل في المكان اللي بعده غرزة حشو. اكرر. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. واسيب هنا. وادخل. اخد غرزة حشو. اكرر. واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. واجي هنا انا عندي هنا خمس عواميد بلفة. هسيب اول واحد تاني واحد. هدخل. في تالت. واحد. اخد غرزة. حشو. هدخل. هاخد في العمود اللي في النص. هسيب اول عمود. اول عمود. تاني عمود. هاخد في تالت عمود غرزة حشو. اقرر الموضوع. واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. واسيب مكان. وادخل في المكان التاني. ااخد غرزة حشو. الدور ده كله سلاسل. واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هسيب هنا وادخل هنا. واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هسيب هنا وادخل هنا. واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. انا عندي هنا تلات عمود. هاخد في اخر عمول عندي. اللي هو الارتفاع بتاعي. بقى بالشكل ده. هرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة. والف الشغل. واخد في مكان غرزة الحشو. هاخد كمان اتنين عمود. واحد اتنين. يبقى كده عندي تلات عواميد بلفة. ادخل في السلاسل دي واخد غرزة حشو. ارتفع خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي السلاسل هنا ااخد غرزة حشو. ارتفع كمان خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واخد هنا في السلاسل دي غرزة حشو. ارتفع كمان خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وادخل في السلاسل دي ااخد حشو. والف الخيط وادخل في مكان الغرزة هنا واخد خمسة عواميد بلفة. واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي السلاسل دي ااخد غرزة حشو. وارتفع خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واخد هنا غرزة حشو. كمان خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واخد هنا غرزة حشو. وارتفع كمان خمسة. واحد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واخد هنا غرزة حشو. وفي المكان الاخير هنا اخد تلات عواميه بلف. واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده كده. بيتبقى بالمنظر ده. زي ما احنا شايفين. انا هنا الدور بقى ايه اللي جاي? هكرر نفس الدور اللي انا عملت فيه التمن عواميه بلف. هعمله في المكان ده. هرتفع سلسلة. والف الشغل. وفي المكان اول غرزة عندي هاخد غرزة حشو. وارتفع خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي السلاسل دي هاخد غرزة حشو. وبعدين هدخل هنا في السلاسل ديت هياخد تمن عواميه بلفه. واحد. اتنين. تلاتة. هكمل وارجع لكم. انا كده خلصت التمن عواميه. هدخل في السلاسل اللي بعدها واخد حشو. هرتفع خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهنا في تالت عمود عندي هاخد غرزة حشو. انا عندي هنا خمس عواميه باخد في التالت اللي في النص. وارتفع خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واخد في السلاسل دي غرزة حشو. وادخل هنا اخد تمن عواميه بلفه. واحد. اتنين. تلاتة اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. وهياخد هنا غرزة حشو. وهرتفع خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وعندي هنا في تالت عمود. هياخد غرزة الحشو بتاعتي. وارتفع ثلاث سلاسل. واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده. هعمل بقى الدور اللي بعده اللي هو عمود سلسلة عمود. الف الشهر. واخد في المكان هنا عمودين. وفي السلاسل اللي جنبها غرزة حشو. احنا كده المفروض اتعلمنا الدور. عمود سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. سلسلة عمود. وبعدين ااخد حشو. وبعدين ااخد غرزة الصدفة بتاعتي لها من خمس عميد. ورزة حشو. وادخل ااخد العمود بتاعتي. عمود سلسلة عمود. ده دور احنا بنقرره. بالشكل ده. واخد في المكان ده تلات عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. الغرزة بتبقى عندي بالشكل ده. وبفضل اكرر الشغل بتاعي. وبعد كده هياخد السلاسل بتاعتي. اللي هو الضور اللي بعده. هاخد هنا برزة حشو. وابتدي اعمل خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وقلنا بنسيب اول مكان. بندخل في التاني. وهكذا لاخر الدور. انا كده خلصت الدور بتاع السلاسل. عايزة ان ابيه كل حاجة. ان الدور اللي بنعمل فيه التلات عواميد. بيبقى في نفس الدور اللي هي غرزة الصدفة. بتاعتي هي متكونة من خمس عواميد. والدور اللي بيبقى فيه سلاسل ما بيبقاش فيه غرزة الصدفة. انا كده هعمل الدور اللي بعده. وهعمل صدفة كاملة. اعمل الدور كامل. وهرجع لكم علشان نعمل الغرزة التجميلية بتاعتنا. انا كده اخلصت الدور بتاع التمن عواميد. هوريكم ازاي نعمل الغرزة التجميلية بتاعتنا. انا هنا ارتفعت الثلاث سلاسل. هاخد اتنين عمود بلفة. وادخل في السلاسل دي اخد غرزة حشو. وادخل اخد العمود بتاعي. واحد. وبدل ما ارتفع سلسلة هرتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وفي المكان ده هدخل بالسلسلة بتاعتي بالابرة بتاعتي. واسحب الخيط. واحد اتنين تلاتة. واسحب الخيط. واخد غرزة منزلقة. اقرر. عمود. وبعدين ارتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وفي اخر السلاسل من تحت فيه غرزتين. اخدهم. اخد الخيط من تحتيهم. واخد منزلقة. وهكزا. عمود. ارتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وفي نهاية السلاسل من تحت. ادخل الخيط. واسحبه. واخد منزلقة. وهكزا. عمود. وارتفع تلات سلاسل. وادخل من تحت الفتلتين دول. لما في نهاية التلات سلاسل. واخدهم منزلقة. تاني. وارتفع تلات سلاسل. وادخل من تحت الغرزتين. واسحب الخيط. تاني. عمود. وبعدين ارتفع تلات سلاسل. وبعدين انزل من تحت الغرزتين. واسحب الخيط. واخد منزلقة. واخر عمود بلفة اللي هو التامن. مش هعمل فيه حاجة. وهدخل اخد حشو. يبقى عندي سبع غرز تجميلية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. انا عندي التامن. ما باستخدمه. هدخل اخد الخمس عواميد بلفة الصدفة. ادي اول واحد. التاني. التالت. في التالت هرتفع تلات سلاسل. واعمل نفس الشيء اللي عملته في الغرز قبل كده. وادخل اخد العمودين التانيين عادي خالص. انا باخد بس في التالت. العمود اللي في النص. وفي السلاسل اخد عشو. تبقى بالشكل ده. ده نهاية السكارف التاعي. اكرر تاني. عمود. وبعدين تلات سلاسل. وبعدين انزل من تحت الغرزتين. وياخد منزلق. عمود. ارتفع تلات سلاسل. انزل من تحت الغرزتين. اسحب الخيط. وياخد منزلق. وهكذا لاخر الدور. دي بتعمليها في نهاية السكارف. من الناحيطين. وبعدين اخد حشو. بتبقى بالشكل ده. وادخل هياخد في الغرزة الاخيرة تلات عوامية بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. وبكده السكارف لو انت عايزة تمشيه بالطريقة دي طوالي. ده بيرجعلك. ان انت تكملي الاخر. وبعدين تعمل الغرزة التجميلية في الاخر خالص. وممكن برضو ان انت تطوليه زي ما انت عايزة. وتعملي بس ايه الغرزة المروحة النحية دي والنحية دي فقط. يعني تبقى نهايتها زي بدايتها. يعني انا هنا في السكارف عملت النص اللي على الشمال قد اللي على اليمين بالزبط. يعني انا عملت متر الناحية دي ومتر الناحية دي. لو انت عايزة توقفي لغاية الجزء ده بحيث ان دي الجزء ده يبقى نهاية السكارف. والناحية التانية. تبقى برضو نهاية السكارف. بحيث ان هو يبقى في اتجاه واحد. او لو انت عايزة يبقى اتجاهين زي ما انا عاملها كده. ده برضو يرجعلك. في ايدك ان انت تعمليه كاتجاهين زي ما انا عاملها. وفي ايدك ان انت تعمليه في اتجاه واحد وتعمليه له غرزة تجميلية في نهاية السكارف بالشكل ده. بعد ما خلصنا الجنب الاولاني هوريكم ازاي هنعمل الجنب التاني. انا هقلب الاسكارف بالشكل ده. وانا عندي هنا بداية الشغل. انا مش هشتغل الناحية دي. هشتغل الناحية دي. علشان ده ضهر الاسكارف. وده الوش بتاعه. فانا هشتغل الناحية دي علشان الاتنين يبقوا في اتجاه واحدة. انا هنا عندي سلسلتين. هدخل في تالت سلسلة. وهدخل الخط بتاعي. وهرتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي المكان ده في السلاسل دي هاخد غرزة حشو. وهدخل هنا اخد التمن عواميد. هدخل في المكان ده واخد التمن عواميد. بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة تمانية. وفي المكان ده هياخد حشو. بالشكل ده. وهرتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهاخد هنا حشو. وهرتفع خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنا هياخد حشو. وهدخل هنا اخد تمن عواميد بلفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. وفي السلاسل ده هياخد حشو. وارتفع خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي المكان ده هياخد غرزة الحشو بتاعتي. في اخر غرزة عندي. وارتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة. واشتغل شغلي العادي. هعمل عمودين جنب الارتفاع. واحد اتنين. وفي السلاسل دي ااخد حشو. وادخل ااخد عمود سلسلة عمود. عمود سلسلة عمود. سلسلة عمود. وهكذا الاخر السطر. وبكده اكون خلصت الدور. وارتفعت الخمس سلاسل بتوعي. علشان اعمل الدور اللي بعده اللي هي السلاسل بتاعتي. اللي هي بسيب مكان وادخل في الثاني. اسيب مكان وادخل في الثاني. بارتفع خمس سلاسل. انا ارتفعت خمس سلاسل. بسيب هنا وادخل هنا ااخد الغرز بتاعتي. اتنين تلاتة اربعة خمسة. اسيب هنا وادخل هنا. ارتفع خمسة واحد دي اكرر نفس الشغل. الناحية التانية. وهكذا لنهاية السكارف بتاعي. ممكن انت زي ما انا قلتلك ان انت بتقفي عندي هنا وتعملي غرزة التجميلية بتاعتك. وبتخلي السكارف كله في اتجاه واحد. او اما انت عايزة تعملي عن نصين بتعملي جزء الناحية دي. بيبقى اده بالزبط الناحية التانية. يعني لو عملتي هنا عشر آآ غرز مروحة. يبقى الناحية التانية هيساوي برضو عشر غرز مروحة. لو عملتي هنا عشرين دور من غرز المروحة. يبقى هتعملي هنا عشرين دور من غرز المروحة. لو انت عايزة تطولي من اتجاه واحد وتخلي الناحية دي بس تجميلية. مفيش اي مشكلة ده بيرجع لك انتي. اكمل وارجع لكم. وبكده اكون خلصت شرح الغرزة زي ما احنا شايفين. المقاسات اللي انت بتعمليها هنا. الاعداد الادوار اللي بتعمليها هنا. قد اللي بتعمليها هنا بالزبط. لو انت هتعملي اه جزء يمين وجزء شمال. وبكده اكون خلصت اه شرح الغرزة وان شاء الله اه تعجبكم. والطريقة سهلة. وانا مستنية مستنية تعريقاتكم. والمش مشترك في القناة يشترك في القناة. فيه زرار احمر تحت الفيديو. دوسي عليه. سبسكرايب. اللي هو الاشتراك. علشان يوصل لكل جديد. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة. وانتظروني. مع السلام. اشترك في القناة.